اشتركوا في القناة في الكامي يوم اللي جاي هنقعد ونشوف ونرشح الأسماء اللي موجودة مين ومين ومين وتتعرض كمان على الرجل الميكالي ويشوف حابب أنهي وخلاص ويخلص على طول الموضوع مش هتوقف على حد وفي الآخر احنا بنتمنى كل التوفيق للكابتن عصام اشتغل مع كوبر ماشي هو بحب كوبر حابب أنهي يشتغل مع كوبر جمع مع كوبر قبل كده مع محمود فعيز ربنا نفقه يعملوا حاجة كويس زي ما احنا بنتمنى لمنتخبنا الأوليمبي أن ربنا برضو يوفقه في الموتشين بتوع الزامبيا اللي هما بعد شهر من دلوقتي اللي هو ما فيش وقت فطبعا الموضوع غريب وناس كتير قوي يعني بتتكلم واتحاد الكرة مستاء جدا جدا من الطريقة اللي رحل بها الكابتن عصام الحضري وانا مش عايز تكلم كلام كتير ملوش لازمة احنا متكلم خلونا نتكلم على الموقف ده كموقف ده يعني خلونا نتكلم على الموقف ده ما نطلعش برا في تفرعات في الآخر الكابتن عصام ما بقاش موجود الكابتن عصام مشي وبنتمنى له كل توفيق ولكن من ناحية تانية زي ما قلت لحضرتك اتحاد الكرة مستاء اتحاد الكرة مش هيتعامل مع الكابتن عصام الحضري في المنتخبات الوطنية تاني اتحاد الكرة هيخاطب الاتحاد السوري ويبين استنكاره بالموقف اللي حصل ويفهمه ان الكلام ده ما ينفعش انه اه يحصل وكلنا عارفين طول عمرنا العلاقات المصرية السورية ده اللعيب السورية احنا بتحسبه مصري احنا يعني فاكرين الظروف وكده وكان بتحسب مصري بتعامل على انه لعيب مصري فالعلاقات عمر ما حد حيهزها مهما كان مين وزي ما بقول ان شاء الله حيبقى فيه ترشحات في خلال اليومين تلاتة اللي جايين وحيتم يعني في عصر عوقت اختيار مدرب جديد لحراس المنتخب الولمبي طبعا تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب سوريا طبعا زي ما قلنا هكتور كوبر هيبقى معاك كابتن محمود فايز وشخصية من الشخصات المحترمة اللي انا بحترمها جدا كابتن محمود فايز ربنا يوفاو طبعا هيبقى فيه مدرب مساعد ومحلل اداء خسي كارلوس وحيكون فيه مدرب حراس مارما عصام الحضري وحيبقى برضو فيه معد بدني انتونيو ساريوجلو ده الجهاز لمنتخب سوريا وطبعا يعني بنتمنى كل التوفيق لمنتخب سوريا الشقيق منتخب من المنتخبات الكويسة المجتهدة اللي مع هكتور كوبر يعني اعتقد ان هو ممكن يعني يروحوا في حتة احسن من اللي هم موجودين فيها الفترة دي وهو عنده وقادر ان هو يطور الكرة السورية بشكل كبير جدا ده بس حاجة كنت حابب ان انا اتكلم فيها لانناس كتير قوي كانت بتسأل وناس كتير قوي كانت بتتكلم وكانوا بيسألوا على البديل وقلنا البديل لسه ما تحدثش هل قال لا هل ما قالش هل مش عارف ايه خصوصا ان الكابتن عصام قال ان انا استأذنت الكابتن عصام يقول اللي يقوله زي ما احنا هنا حرين نقول اللي احنا عايزينه الكابتن عصام برضو هو حر يقول اللي يقوله ومادام هو شايف أنه هو استأذن ومادام هو بيقول أنه احنا نعرف خلاص مفيش مشكلة ومادام هو قل خلاص دي قناعاته